طيب الحكم بالسجن عامين على فتاة 14 عاما بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في النمسا لصالح تنظيم داعش هذا ما نجنيه من الانترنت السوشيال ميديا وكمان عملية الإجرام بشكل أو بآخر يعني انت شايف الموضوع ده وان كانت الفتاة بعد محكم عليها عامين سجن حاولت تبرر الأفعال هي قالت انها متعطفة كانت لكن متعطفة مع تنظيم داعش لكن من خلال متابعة المرسلات بينها تعرفت على شخص اسمه عثمان وده اللي كان بيشرح لها ازاي تعمل قنبلة لانها كانت عايزة تنفذ هجوم بالسكين يعني بصراحة دائما السؤال اللي احنا لسه عم نطرح نفسه الخبر التاني شو كان بيقول الحكم بالسامة الأمن الداخلي في النمسا في حالة تأهب قصوى ده الجزء التاني من الخبر بتاعنا نعم فلنلاحظ زايد الكريم أن الحكم الأمن الداخلي في حالة تأهب قصوى بسبب الزيادة الحادة في التهديدات وده برضو من نتاج 7 أكتوبر العام الماضي والحرب بتضبط الحرب على غزة يعني مع الأسف الشديد عندما نشاهد أطفال يعني أنا الشيء الغريب جدا ما هي الخلل النفسي والخلل السلوكي اللي بيخلي طفلة طفلة زي صورتها أمامي يعني طبعا صورتها من الخلف طفلة بهذا الشكل وبهذا العمر وبهذا الشيء أنه يتم تجنيدها بصفوف تنظيم داعش الإرهابي ويقنعوها أن تحمل سكين وتروح تقتل أو تصنع قنبلة وتفجر كيف كيف هل هذا سحر؟ يعني فعلا أنا أحيانا وكيف هالقالية اللي بيتعاملوا فيها بصراحة غسيل دماغ بالضبط بس يعني أنه طفلة يتم التعامل معها بهيك طريقة فعلا شيء رهيب فعلا شيء رهيب وهذا الشيء بيقلنا أنه للخبر التاني بيقلك أنه الأمن الداخلي في النمسا في حال التأهب قصوة بسبب الزيادة الحادة في التهديدات فبالتالي بعد هجوب وحماز والكلام اللي كنا عم نحكيه والتشدد اللي صار مع الأسف الشديد بالمجتمع بشكل أحام أدى لوجود يعني فعليا لأنه الاستنفار بالأمن العام لأنه حتى يحاولوا يواجهوا يواجهوا هذا الخلل الموجود بالمجتمع هذا الخلل الموجود بتججيش الأطفال بتججيش يعني صراحة الشباب بهذا التنظيم الإجرامي الذي مع الأسف هذا اللي جاءنا من وراء النظام السوري هذا اللي جاءنا من وراء إيران هذا اللي جاءنا من وراء روسيا هذا اللي جاءنا من وراء الخطاب الديني المتشدد هؤلاء هم رعاة هذا التنظيم هذا إجانا من وراء ضعف السياسة الأمريكية في إيجاد حلول في سوريا في العراق في لبنان هنا وهناك هذه التنظيمات التي ولدت من أوروبا التي جاء أفرادها من أوروبا مع الأسف الشديد عندما يترك شعب وتترك شعوب لأن تواجه مصيرها طبعا سيكون داعش ويكون غيرها بالتالي وليس كما نشاهد طفلي بعمر 13-14 سنة طبعا حكمت بحكم يعني حكم هو فعليا هو سنتين لمدة عامين طبعا الساتو الحكم غير نهائي وما بتوقع أنه ينفذ بهذا الشكل أنه هي عندها 14 سنة ومو بهذه السهولة وإذا كان هناك في ضمانات أكيد يكون هناك حكم مخفض بالتالي مع الأسف الشديد أنه تكون ضحايا الإجرام فعليا على الأطفال ترجمة نانسي قنقر